السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنشرح درس جديد في مادة الرياضيات للصف الاول ابتدائي. معكم ميز دعاء من مدرسة بدر تايجرز الخاصة. كلنا عرفنا ايه هو التقويم وبيفيدنا في ايه؟ طبعا بيفيدنا في ان احنا بنتتبع الشهر وبنعرف الشهر واليوم اللي احنا فيه. طيب بالنسبة لليوم النهاردة ترتيبه كان في الشهر؟ ترتيبه 15 من. طيب الشهر اللي احنا فيه اسمه شهر ايه؟ شهر 11 اسمه شهر نوفمبر. طيب السنة الميلادية السنة الميلادية 2020. ان شاء الله النهاردة هنشرح مسائل حياتية او اسمها مسائل كلامية على الجمع. طيب يعني ايه مسائل كلامية؟ يعني هيجي لنا المسألة في سورة كلام. مطلوب مننا نحول الكلام ده لارقام. تمام؟ طيب. اولا الفوز الجمع. عندي كلمات بتشير الى اني هعمل عملية جمع. ايه هي الكلمات دي؟ كلمة اجمالي، كلمة مجموعة، جملة و. تمام؟ يعني اول ما اشوف الكلمات دي فأي مسألة كلامية على طول اعمل عملية جمع. طيب هل شرط اساسي ان انا هشوف الكلمات دي فأي مسألة كلامية؟ لا مش شرط. يعني مطلوب مننا نفهم المسألة كلامية وبعد كده نحلها. بس الكلمات دي ممكن تساعدنا في انها هتعرفني اني اعمل عملية الجمع. طيب. بيقولي قرأ ميزن تلت قصص في المدرسة. و قرأ اربع قصص في البيت. ما مجموعة؟ كلمة مجموع من الفوز الايه؟ من الفوز الجمع. ما مجموعة القصص التي قرأها ميزن؟ طيب هو ميزن قرأ تلت قصص في المدرسة و اربع قصص في البيت. يعني عدد على عدد على طول افهم اللي انا اعمل عملية ايه؟ عملية جمع. و كمان في كلمة ساعدتنا اللي هي كلمة مجموع على طول افهم اني هعمل عملية جمع. طيب. بنجمع ازاي؟ بنحط العدد الكبير في مخنا وبنطلع العدد الصغير على قدينا. يعني هنعد بعد الاربعة خمسة ستة سبعة. يبقى الناتج بتاعي هو كام؟ هو سبعة. هل هقدر اقول سبعة بس؟ لا لازم اقول سبع قصص. مسألة كلامية بتبدأ بكلام؟ لازم تنتهي بكلام. تمام؟ بعد كده السؤال التاني بيقول لي مع مليكة خمس جنيهات. و اعطوها والدها ستة جنيهات. وهي كان معها خمسة. يبقى عدد على عدد على طول اعمل عمل عملية ايه؟ هعمل عملية جمع. و كمان ساعدتني كلمة كمان كلمة اجمالي. فما اجمالي ما مع مليكة طالما موجود في المسألة الكلامية كلمة اجمالي يبقى على طول هعمل عملية ايه؟ عملية جمع. وهقول اجمالي ما مع مليكة بيساوي خمسة زائد ستة بيساوي احداشر. احط العدد الكبير في مخي. الستة. وطلع خمسة على ايدي. وابدأ اعيد بعد الستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. يبقى كم بقى مع مليكة? مع مليكة حداشر جنيها. السؤال التالت اشترى ايات خمس قطع حلوة. وكمان اعطته اخته خمس قطع حلوة. يبقى قطع حلوة. معاهم قطع حلوة. على طول هعمل عملية ايه? هعمل عملية جمع. كم مجموع قطع الحلوة مع ايات? كلمة مجموع بتشير الى اني هعمل عملية جمع. يعني هتساعدني ان انا اعمل عملية الايه الجمع. مجموع قطع الحلوة التي مع ايات بيساوي خمسة زائد خمسة. احط خمسة في مخي. واطلع خمسة على ايدي. وابدأ بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى آآ عدد القطع الحلوة مع ايات هتساوي عشر قطع. تمام? طيب. بالنسبة للواجب بيقول لي مع محمد تلات وردات وكمان مع اخوه سبع وردات. فكم اجمالي الوردة اللازي معهم? كلمة اجمالي هتساعدني وهتعرفني اني هعمل عملية ايه? شوفوا انتوا بقى هنعمل عملية ايه? طيب. بعد كده بيقول لي اشترت مونة قصة ثمنها تمن جنيهات. وقلم ثمنه اربع جنيهات. فكم جنيه هتدفعه مونة? اشترت حكتين. تمام? وعندي كلمة وافل مسألة. يبقى هعمل عملية ايه? هعمل عملية جمع. يا رب نكون استفدنا النهاردة وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة